كل سنة وانتو طيبين مساء الخير ومساء السعادة والفرحة والبهجة والعيد عليكم ايامكم سعيدة وايامكم كلها اعياد يا رب ان شاء الله النهاردة احنا مغيرين لكم شوية ومش طالعين بسحر الهوانم وطالعين بيوم مفتوح بمناسبة عيد الفطر المبارك اعهده الله عليكم بالخير واليومني والبركات النهاردة ان شاء الله مجهزين لكم فقرتين الفقرة الاولى هنبقى عاملين فيها وصفات خفيفة وصفة حلو ووصفة حادئ والفقرة التانية نتكلم فيها على الميكب ونوع جديد من الميكب بس في الفقرة التانية قبل ما نبدأ الفقرة الاولى عايز ارحب بزميلتي هاجر وعيد عليها ازايك يا هاجر سائل خير عليك يا نون سائل زور الفرحة على كل المشاهدين وطبعا عايز اعيد عليكم ويا رب تكون انبساطتوا كالتباحكوا وبسخوتوا بتيطور يارب نكون طرعين مش تخنانين انا حسن انها طرح تخنانة شوية بس يلا ربنا يعني يساعدكم كده ويساعد ايامكم عايز ارحب بالشوف اللي معينا من نورانا النهاردة شوف دينا ربناك عليك يا حبيب الله يسلم اتعاد عليك عليك يا حبيب نورانا يشوف عامل ايه الحمد لله دورت تلتوا كحف بقى وبتخوروا بسخوتوا كده كل حاجة بقى بايدي معامل ايدي بقى لا ده احنا بص ينامل بقى حلو مخصوص الموضوع ده الموضوع بعد كده الكحف والبتخور بقى ان شاء الله هنعمل النهاردة البسبوسة وهنعمل كمان الكنافة محشيها بطريقة جديدة خالص مش حلو بقى لقى حادق هي دي نعم استنيها بقى الجديدة دي طيب نبدأ بايه هنبدأ ان شاء الله بالبسبوسة طيب يلا قولنا مقادير وهنعمل ايه مقادير البسبوسة نصف كيلو دقيق سوملينة ثلاثمت جرام سكر يعني ممكن نسا لو بكوباية يبقى كوباية ونص تمام ونص كوباية تسمنا وكوب لبن رشد بيكينبودر بسيطة انا مش عايزة كتير حاجة بسيطة جدا على اساسي ايه ان هي تفتح مسام البسبوسة بس ثمين لكن لو اكتر هتعلى زي الكيكة وتبقى مش حلوة بس انا ايو انا بحب التكاتل تبقى صغيرة اللي في النص دي ايه دي اللي بتزبط ايه دي اللي بتزبط حاجات الصغيرة دي اللي بتعملهم يعني اكتر اسئلة عندي بتجيني هي بسبب البسبوسة انا هزبطها ان شاء الله و هنقول التكات بتاعيتها و كمان فاليليا معنا معلقتين كبار عسل نحل او لو ما فيش عسل نحل هحط كلكوز معلقتين كلكوز او شربط عادي يعني اللي احنا بنعمله لها بس يكون تقيل انا معاكو 3 خيارات او او كي اول حاجة ان شاء الله هنعمل الشربط اول حاجة كبايتين سكر حطتهم هنا وحط عليهم برضو نفس المقدار كبايتين ميا ميا دافية ولا ميا درجة الحرارة عادية عادية جدا وممكن اعصط لهم او مش لازم يعني هنحطهم على البطوكاز بقى يغلق غلوة واحدة مش اكتر بس مش هنعمل الشربط تقيل هو دي بس بوسر بتحب الشربط يكون خفيف هنقلبها بقى لا هنحطها على البطوكاز عادي جدا هجر بقى ايه او او انا اضعائنا هجر هي اهو اخدت عادي ماشا الله عليكم خلاص تمام ازاي ما قلت بقى ان شاء الله هنحط اول حاجة زي ما قلتلكم رشة صغيرة جدا من البيكن بودر حاجة بسيطة جدا بس تفتح المزان وطبعا الفانيليا وهنقلب كل الكلام ده مع بعضه كده تشوفوا كل التكات والحركات اتصوروا جنب الوصفة وعملوها واحسن حد هيتصور جنب وصفتنا وهيعملها كويس هنازل صوره في الحلقة إن شاء الله طبعا 300 جرام سكر أو كوباة ونصف انا اطلقوا ده وده احطوا برضو على المقادير كده ونقلب كله مع بعضه اذا انا كنت فاكرة السكر بالشرباط بس لا ده لازم انا ما كنتش بحب بحط برضو سكر على البزبوسة هيا البزبوسة عموما بتاخد سكر كتير اسمها بزبوسة هنجيب بقى نص كوباية صاملة كده اه خلي حبة صغيرين جدا للصينية اهي خلي حبة للصينية عشان ندهنع ندهن السنية الاول نطلع على الصينية شفتنا بساعدك والله اش عارف اقولك ايه حاجر عموما اللي عليها بزيدة لا والله الشاطرين لا هتبقوا ستات بيك ايه بإذن الله حنت هنا كده هتبني هلك وانت هتقللتك ايه هتتميني كل حاجة ايه لا انا عايز اعمل حاجة هتتميني كلها هتقلبي ربنا هنقلب بقى طبعا كده هنقلبس بقى طبعا كده أهم حاجة بس إن إحنا نقلب السمنة كويس جداً مع البسبوسة كده عشان كل الحبيبات بتاعت البسبوسة دي تتشرب بدأتي بقى إمتى يشوف زينبي؟ بدأتي إمتى بقى تشتغلي وخلوس بقى أتخصص في المجال ده بدأتي من كتير؟ أنا من زمان بحب قوي مجال الطبخ والكلام ده كله ومن زمان كنت أجيب كتب بقى القديمة قوي دي بقى أنتم متعرفوهاش طبعاً وكنت بحب أتحلم طلعن بي أحب أعمل حاجات جديدة تمام تمام بعد كده بقى الحمد لله يعني بدأت أعمل المجال بقى في مجال عندي على الفيسبوك وبعد كده فتحت بقى قناة سامنا عليك قناة طعم البيوت آه بس الحمد لله بقى لي يجي ثلاث سنين أهوات في المجال والحمد لله رب العالمين تمامي طب الحمد لله مين بقى اللي شجعك أو مقالك تكملي أو يا مامي طب نعملك إحنا القناة طب إحنا نمسكها لك بصي والله أنا بحب الموضوع مع نفسي بس هما ما كانوش يعني إيه عارفين يعني أن أنا هبقى يعني هبقى أتخصص في الموضوع بعد كده هما بقى شجعوني لما لقوا أنا شايفة البلدات ما شاء الله البلدات معاكي هنحط بقى العسل زي ما قلت لكم أهو ماشي وخلاص أخير حاجة بقى عسل لبن سكر أنا مذكرة زي وفانيليا بالزبط طبق صغير بقى مش حافيني نقلب بقايس فيه معلش مش زبادي لأن أنا كنت بعملها بالزبادي آه لأ أنا بعملها باللبن هي بتنجح أوه ما شاء الله بتبقى طوحفة بصورة الزباديو كنت برضو بحط لبقى اللبن كده يعني حقا آه نص زباديو نص لبن سعا آه دي بقى اللبن بيطريها شوية نجرب بقى دي بقى مقادير ديت بقى بتبقى فتوحفة جدا مشواء الله يعني مش عارفة اقولك فيه ناس كتير خدتها مني وبتشكر لي qugliه عليا فعلا كلها تلكات بديدة يعني غير اللي احنا عارفينها وغير اللي هي مكتوبة على ال على اللي يتبقى موجودة آه ما عليش بالك وانا ابقص بقى بغش من الورقة من على اللي هي الجهزة لأ انا ما بجيبش الجهزة. دي بس بوسه سايبة عادي بدى العétaisافة أو تجيبيها بحل Ninja Колتيريم دي سايبة يعني دي مش اللي هي الكيس اللي احنا بتشتريه الجاهز لا خلاص احنا كده خلصناها هي ده نبدأ بقى نرصها بس هنا عايز اقول حاجة كمان مش عايزين نقلف البسبوسة كتير عشان ما تنشافش منك بعد كده ما تعمليهاش معاملة العجين العادي لا 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 بص ايضا العجين اللي بتقيل وتصلي تقليل هندخل كل المقادير في بعض كده احنا ما قلبناش لان دي اكتر حاجة بقى تبغز البسبوسة هو تقليب الكتير خلاص احنا خلصناها هو الحمد لله هنفردها بقى في الصينية لو حبيتي تحطي حجر مصممة اه لا ان شاء الله عليك احنا هننضف كل حاجة بقى دي بقى تي بقى دينا الدنيا انا ورابك ربنا يخليك يا رب والله انا متشرف بكو جدا ومبسوطة ان انا معكم النهار ده اللي مبطي انت موردينا وقلنا والله يعني بصي احنا لما تابعنا القنوة وتابعنا الشغل بتاعي فقلنا رأى لازم نتبقي معنا في العيد فاليوم المفتوح بتاعنا فينا في الصحة والجبال ربنا يا كريمك يا رب جزيزينا خيك شكرا يا قلبي يعني جالنا شفات كتير بس الشيف كده يعني فيه شيف كده تلاقيها وشها بيضحك كده صبوخة يا حبيلت قلبي دي خلاص دوتنا هي دايما شفات سحر الهواني من كلهم الجمال والله العظيم انتوا اللي جمال واني شرفت بكم حبيبتي يا شبزي وبحبكو قوي وبحب يعني مبسوطة ان انا معاكم النهار دا اقسم بالله يعني الحمد لله احنا بدأنا بقى عكس الناس احنا بدأنا الاول بالحلو اه يعني كده نشتغل على الحادق عشان يلحق يستوي بقى في الفور طبعا هنعملها على ايه؟ درجة حرارة 200 تمام بس احنا عايزين نعمل بقى كده عشان نوزعها ايو عشان تبقى مية واحدة تمام يعني ايدي كده اه كده بس عادي تحطي لوز حطي حطي فول براحتك خالص اللي انت عايزيها على وش براحتك خلاص كدك اه تسلم ايديكي انا هاجي مكانك يا وجرة اه انا هاجي كده مكانك لا ايه يا نوم حضرها نفسها تاكل يعني انا مجهزة نفسي على طول على المرحلة اللي جاية مرحلة اللي جاية بس الحمد لله بدأت برضو اعمل كرسط للاطفال ولكبار اه طب كرسط لاطفال يعني ايه بقى بعملهم الحلويات اه الان رضا بقى ان شاء الله يعمل لكم بقى ايه الكنافة اه الكنافة بالفراخ نحشيها فراخ دي جديدة برضو دي جديدة اه دي حديق بقى حديق حديق بقى مش حل يعني هكلها اه كلها وهحكم لا جميلة جميلة والله فعلا انتعجب لا ان شاء الله تعجبني انا عاقا انا عاقا ان شاء الله نبتدي بقى طيب خلاص ماشي وإحنا شغالين بقى نتكلميني بقى موضوع كرس الأطفال ده لأن ده حلو آآ كرس الأطفال ده كنت بعملهم حلويات وكده هم بيحبوا الشوكولاتة جداً بس بيبهدلوا الدنيا هم 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 حبين يعني هم هم حبين مبسوتين يعني مثلا مامتهم مشجعة ده ومبسوتين جداً كان مبسوتين جداً أنا ابني دلوقتي بيدخل عايزي عمد حاجات كتير في الموضوع ده خلاص هتيل الشيف زينة بقى خلاص هتيلة بقى وان شاء الله أزبطك كلام من عناية أنا عندي ابني بقى كمان بيحب أول هواف إعدادية بيحب أول مضخ كمان قول إنا بقى نجيب ايه بقى؟ هنجيب بقى الكنافة كمان خجر انت بخليها الحياة مش بلاحظة انت بخليها الحياة كلها حيتك آآ شفت يعني شكفاء الفرن وبتاجس كمان واقدر شفت كمان الطبق ده اللي هو في التوابل كمان نقول لهم بقى مأدير بقى نستكت علشان اللي هيعمل الوصفة صح؟ هنطلع صورته جنب الوصفة بصوا جماعي الوصفة دي سهلة جدا وجميلة وتشرفك في العزيز بصراحة وجديدة خالص يعني أنا قلفتها من عندي يعني ما شاء الله الطوابل بتاعتها موجودة في البيت يعني معانا مثلا ايه توم بودر وبصل بودر بهرات كيبي باسيني بابريكا فلفل اسود كامون بس حبيت تحط حبيت شطة بسيطة جدا ماشي مفيش مشكلة معانا عصير اللمون برضو عصير ايه بصلة صغنانة كده مش عايزيني تبقى كلها مية لأ حاجة بسيطة جدا يعني بصلة يزغنونة بصلة يزغنونة قوي هنبتدي بقى ايه نحط كل الفراخ في التجبيلة والملح طبعا على حسب ايه كمية اللي انت بيجي بيها وارين بقى تقطيعت الفراخ شكلها ايه تقطيعت الفراخ انا بجيب الفراخ الصدور اللي هو صدر الفرخة وقطعه اه بقطعه بايديك بقطعه وحطه على اله وبعدين قطعه بسكنة ايه رفيع كده يعني مش رفيع قوي برضو يعني تكون هي محملة كده طويلة كده اه طويلة كده عشان هنلف عليها الكنافة الكنافة تمام ايه بالطريقة دي مش بنيه هنحطها في التوابل ديك اهي تكيزوا في طريقة الشيف الزينب كويس خدوا بالكم من تكتها وحركتها ايه هحط بقى اللمون ايه هحطة طبعا اللمون ده لسه صح هو تقريبا لما بيغلي بيبقى خلاص كده صح ولنسيه بعد وليسه لسه هحط بقى طبعا اللمون ومية البصل والتوابل كلها مع بعض كده ويوستحسن يعني لو تسيبيه شوية في التلاجة اه تجدون لا خلاص خلاص كده وهنجيب بقى الكنافة انا عايز اقول حاجة كمان على الكنافة يا ريت لو تجيبي الكنافة اللي هي بتبقى شرايط كده دي موجودة عادي في اي شوق المركة موجودة بس احنا في العيد مش هي متقطعة لا مش متقطعة انها شرايط عشان نقدر ان احنا نجيب بقى شرايط لان احنا في العيد بقى وما كانش فيه مثلا ما كانش فيه اصلا اي حاجة في العيد فانا بقى صرفت بقى وايه بدأت ايه اعمل كده خلاص اجيب الكنافة ديه ايه مش اه يعني متبهدلة شوية لكن انت لو شريت ايه شريت لو شريت اه يكون احسن هنبدأ بقى نلف كده اهو طريقة ديه طبعا فيش حاجة عطلنا لا لا احنا مستي كلها بنتصرف ملعناش الطبق اللي هديامل فيه تصرفنا علبة بلاستيك ماشت الموضوع مره زي الفل الحمدلله يعني لازم احنا نتصرف يعني هي المصريات كده كده بصوا اهي 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 طمام كده ما تفكش بقى لا اهي مش هتفك بس انت بتكفي ايديك كده اتجيبي حبة مياه بتضيم زيت او سمنة او حاجة لا ولا اي حاجة انت بتبلي ايديك بس مياه كده وتحاولي بقى تتقفلي كل الكلام ده كله اه مياه اه اتفضل تمام هنعمل واحدة كمان عشان اه مشوف هنعملها ازاي تمام بصوه حبيبي اهيوه مشاهدين يشوفه انا تعبت معاها جدا ربناك رمي انا ونوربي يعني منحب فترة بنحب او نتعامل احنا من احسن الفقرات اللي احنا بنقدمها بنحبها يعني فعلا تبقى خفيفة خفيفة كده وسهلة ولذيذة او لا انا محب انا دايما يعني في القناة بتاعتي باعمل حاجات الخفيفة والسهلة وكمان ما تكونش مكنفة ومتشرف 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 والله في العزام جدا ومتشرف والله في الزروف اللي احنا فيها دي كمان بالذات مش عايزين حاجات تبقى متكلفة تكليف زيادة بحاول والله ايه كل مرة دايما النور احنا كده ده مش يحتاجين لا خلاص اهو هنبساعد اهو هنبساعد اهو هنبسا اهو هنبسا ملحيتش كلملت سلام خلاص احنا كده هوت تمام حاشينا الفراخ هنحط ادينا بس في المياه ونحاول كده هوت ايه نزبطها وهنقليها بقى في الزيت بس كمية زيت متوفر العميق حلوة يعني شوية زيت كويسين جدا ونقلي بقى ايه الفراخ ديه خلاص نفاش اي حاجة طب لو تحطن في الفرن صح؟ ممكن اه ممكن بقى لو انت عاملة جين بقى وعايزة تزبطي الدنيا ايه اكيد بعد العين بقى احنا خارجين كلنا عايزين ايه نخف جدا شوية ايه ايه صح والله عندك حال صح صح احنا ممكن نحطها في صنية بس نحط عليها بقى السمنة على الوش ايه ونحطها في الفترة اه يعني في الاخر بردو لو في الفرن هنحط ثمنة على الوش لازم اه عشان تستوي من اله لو هتتقلي كده خلاص مفيش مشكلة انما هي قطعن مقلية اه حتيكي اه حتيكي هي اساسها مقلية بصراحة نطلعين تخنينين من العين ما عندناش مشكلة نها نتخن كيلو الزيادة عادي با تشتاوي عادي مفيش مشكلة وننزل نتمشى ونهدم بقى عادي خالص لا نقولها صح نقولها صح نقولها صح ايوة اه بس كده هنقليها وخاص مفيش اي افتكاسات فيها بس هي بس طعمها بقى خطير طب ويلي بقى الكورسات عارض ما عليش نعايز ارجع بقى بقى الكورسات ندي قلتلي فيه الاطفال وفيه الكبار صح؟ اه دينات برضو تحب قوي لي زيكو كده عايزين نتعلم المطبخ نخش المطبخ ايه الاساسيات في الكورس طب يعني ايه اهم النصائح اللي بتديها لهم بقى يعني غير طبعا الوصفات او ان انت تعملي الاكلة دي ازاي لا بتبقى فيه نصائح كده معينة والله اهم حاجة نصائح في ترتيب المطبخ ولما تيجي تعملي اي حاجة تبقى حبيها تبقى حبة المطبخ فعلا وكوني كل حاجة مجهزها من قبل ما تشتغل عشان مسلا تقفش بقى على حاجة معينة حاجة صغير كل حاجة رسيها اهم حاجة ترتيب المطبخ وكل حاجة تكوني عارفة انت هتطازل مش لازم مطبخ يبقى كبير ممكن مش شرط المساحة المهم ان انت تبقي مرتباة سواء صغير سواء كبير تبقى مرتباة وتكوني حباة تكوني حبا اللي بتعملي لهم ايوه بالضبط والله انا عندك حقي انت لما تكوني انت بتحب الناس اللي انت بتعملي لهم الاكل بيطلع اجمل اكل بيطلع حلوة افيدة ودايما الولادي عودة على الصفة يقولي الله تسلم ايدك يا ماما ايدا والله كل حاجة عاملها يبقوا مبسوطين وفرحانين بها جدا فهدي اهم حاجة بقى الحب لها ربنا اخليك اليوم يا رب اهم سألك سؤال برضو اللي هو الشربات لازم يغلي يعني من اول ما يبتدي يغلي نطفي عليه بعد قبل اه خلاص هو غالب واحدة بس هنقفل بقى اه يعني على طول بيئتين تلاتة كده بعد ما يغلي ونبدأ نقفل لان هو اصلا مش مش شربات تقيل اللي هو بتاع كنافة الحاجات دي لا 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 هو بتاع بسبوسة ده اللي بيكون خاشش خفيل كده البسبوسة لسه شوية البسبوسة خلاص في الفرن بقى بحيطة هتعيش بقى هتعيش بقى نفسها لما تبطلق هتعيش شوية نفسها شوي خلاص طب ايه بقى اهم الاكلات اللي مثلا او اكتر الاكلات اللي بتبطلب منك او انت تحب تعمليها او الولاد بيحبها في البيت او المحاش والمكارونة بالبشامل المكارونة بالبشامل اللي بيكونتوا فيها والحلويات طب انا شفت انت كنت جايبة طبق جاهز انا قولنا اه هنجيب طبق جايبة طبق هنشوفه انت عالية في البيت طبعا فهنشوفه بقدر بقى تطلعي النور في جنبك طلعي سايبها لنا الخطوة دي الجاهزة اه بس انا سويت على طول انا جيت على الجاهز على طول كده ده الجاهز شكل حلو جدا رول الكنافة طحفة طحفة اه ماسك نفسه ما فكش انا ده وقعت انه لما يدخل الزيت ممكن بقى يفك او كده هدوق بصي راح اتخدت الخنافة ودقيتها هي ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله بإذن الله طبعيني فيناس بتسألني كمان سؤال ان هي الفراغ خالي الفراغ ما زل ما تستوي اه اه تستوي احنا طب بنغطي عليها ويبطيلي في الزيت واسط مش نرحمي اول ولا اول بنغطيش انت اكنك بتقلي اي حاجة طعمة جدا فعلا والله بجد دي مش مجامدة عجبتني والله وغير انها فزي ايه ارمشة الخنافة مع البني اه ومش نشفة يعني فيه ارمشة تحس انها نشفة لأ دي الارمشة مظبوطة وتعمل فراغ فيها جميلة جدا حتى التدبيلة انا نكونش متطورة انها التدبيلة هتطلع حلوة كده لان الفراغ انت عارفة انها من الحاجات اللي هي ممكن تعمل زفارة شوية ريحة طبع احنا عشان كده اعطيتنا اللمون صح كده عشان الزفارة تروح اي زفارة خالص طعمها حلو ومتطبلة كويس بجد تسلمي بك يلا بقى مين هيجرب الوصفة دي النهاردة اكلة جديدة هو مختلفة خالص بقى عن الرنجة وعن السمك وعن كل الاكل ده جربوا دي النهاردة كده وايه ده ايه كلنا عاملها وشكلها حلو وتشرفي طيب عايزين بقى تشوف البسبوس احنا كمان مجاهزين طبعا صح كده عشان ايه قرنا عشان نقول البسبوس هتاخد وقتة الفرن تمام بسبوس هتاخد وقتة الفرن ماشاء الله هي باين عليها كمان باين عليها ماشاء الله وهي بس امشوا على التبكات اللي قلتلكوا عليها والله تطلع في المنتهى الجمال جدا ان شاء الله طبق حلو طبق حادق يعني ماخدوش تقريبا نص ساعة ماخدوش وقت خالص لو جايلك ديوف بس قالو احنا جايين فسوانا يكوننا عاملوا حاجات دي لأ فعلا هم جمال واكلة خفيفة وسريعة يعني ما اعتقدش انها هتاخن قوي يعني شوية مش قوي شوية مش قوي شوية مش قوي لو عامل زيات ممكن تحطيها في الكورن هتبقى ممكن تديكي نتخن نتيجة خصوصا حتى الفراخ نفسها مش مقلية ولا اي حاجة خالص يعني تشمع الفراخة يعني انا لما دقتها في حاجات بتحس انها اول ما بتكليها العجين العجين حاجات المعجنات كمان اكتر بتشرب زيت كتير لكن دهالي دي لا خفيفة باين عليها بتقدمة مع بقدونس فلفل جارنش شكل الطبق برضو لما بيتقدم بشكل حلو بيترق اهم شيء التقديم اهم شيء لو انت عملت حاجة بسيطة جدا بشكل حلو واقديمتيه كده بالشكل ده حتى لو هو مش غالي او حاجة مدية بس اهم حدا الشكل اكيد اهو العين بدأكم ايهو تعملي كورسات في التقديم احنا كان معنا التصال اهلا شف ذولو ازايك حاملة ايه اهلا يا حبيبت قد يا انت عاملة ايه روحي انوارة الدنيا كلها ايه النور ده مين معنا ده ايه انا اسماء اهلا بك يا اسماء اي رأيك في القنافة والبسبوسة تعرفيها. لا طبعا انا جميلة جدا انتم نورين. والشيف ده طبعا من وراها نهاركا. طب هتعملي الكنافة امت بقى? اصمع بنتي. ايه. يا جماعة يا اسماء بنتي. لا انت كده مش هتعملي يا كده يا كده اكيد بتتعمل لكم كل كل على طول. انا باكل على الجاز. ده كل يبدأ فيه على طول. طبعا يا ببتك يا اسماء انا جاي عندكم اتغدى النهاردة بعد الحلقة. يا حبابتي ده انت تنوريني والله. حبابتي يا اسماء. بتساعدوا ماما طيب? تساعدوا ماما كل بيت ولا ساعدوا لها هي المهمة كلها بقى? بصراحة. هي معايا وهسألها. اه هي بتعمل مهمة واحنا بقى لنشوف بقى هي عاملة ايه? احنا جزء التاني احنا بنحكم بقى. اه بنحكم بقى اللي اللي عاملة ايه? اه بجد والله انا اول محطي الاكل عالصفة اوصلهم في عينيهم كده اشوف ايه? يولي الله. حير مزبوط. اه? حياتكم? او طبعا رأينا هوا المهمة او بيتتظهر يقول ايكم على طول? ربنا سليها لنا يا رب. ربنا سليها لها وكلي سانا وهي طيبة. يا رب فيخليك وليها ويخليها ليكم. كل سنة ستيبة يا اسماء وعيد سعيد عليك يا حببتي يا رب. وحديك طيبة كل سنت طيبين. ربنا نحنننش منك يا اسماء انت واخواتك يا رب ويخلوك لي يا رب. يا رب. شيف زينب مش عارفة قولك ايه نورتينا وبسطينا والاكل كان جميل وتسلم ايدك انا المبسوطة معكو جدا وحاسة ان انا مع ولادي بجد ربنا يحفظكو نورتينا وان شاء الله اكيد في حلقات تانية احنا كتير فيها مع بعض بس اهم حاجة عجبتني او بسطت بيها ان انت كنت معنا فعلا في العيد نورتينا مشاهدينا تعالوا نروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف بقى فاخرة الميكب و ايه الجديد فيها و ايه المختلف خليكم معنا اشتركوا في القناة